مشاهدين الحديثي أكثر حول مستجدات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد فايز فرحات أهلا وسهلا بك دكتور محمد يعني كما تبعنا في التقرير الغرب اختار أن يصعد منطق التصعيد تسليم ليوبارد إلى كييف سيرفع بالتأكيد النزاع لمستوى جديد من المواجهة هل في الوقت القريب والسريع سنشهد تغييرا في مجرى الحرب يعني في تقديري خلال الشهرين شهر يناير الحالي أو المتبقى من هذا الشهر وشهر فبراير وبعض الأسبوع من شهر مارس في تقديري سوف تشهد مزيد من التصعيد من جانب روسيا لأنه بعد القرارات المهمة التي اتخذت من جانب ألمانيا ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية يعني سيكون هناك بعض الأسبوع حتى وصول هذه الدبابات إلى ساحة القتال في أوكرانيا وبالتالي قد تضطر روسيا أو تحرص على إنجاز أو تحقيق أكبر يعني إنجاز عسكري خلال هذه الأسبوع قبل وصول هذه الدبابات فبالتالي الواضح أنه سوف يكون هناك مستوى أكبر من التصعيد من جانب روسيا خلال الأسبوع المقبلة قبل وصول هذه الدبابات أو هذه الأسلحة القتالية الجديدة بالإضافة إلى ذلك فأن هذه القرارات الجديدة من جانب ألمانيا ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية وقد يستدبعها ذلك قرارات ممثلة من جانب دول أوروبية أخرى لأن هذه القرارات الألمانية تم بتنصيق وتم بتشجيع من جانب حلف الناتو وبالتالي هذا قد يمثل رسالة لدول أخرى أوروبية لتقديم دعم من هذا النوع إلى أوكرانيا كل هذا يشير في رأيي إلى أن هناك تآكل لمبدأ المبدأ الذي حرصت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو خلال العام الماضي من الحرب وهو عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا هناك دعم أوكراني لكن كان هناك حرص على عدم تحول الحرب إلى حرب مباشرة بين روسيا والناتو لكن الآن هذه القرارات أعتقد هذه القرارات ستمثل تآكل لهذا المبدأ أو هذه المسألة الأساسية التي حرصت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وبالتالي كيف ستفهم روسيا هذا التطور يعني هذا سيتضح بالتأكيد خلال الفترة القليلة المقبلة يعني أنت قلت أن روسيا سترد وستصعد عسكريا قبيل وصول ليوبارد وأبرامز وكل المساعدات الغربية إلى كييف ووصلت هذه الدبابات ما الشكل الذي سنتوقعه ما السيناريو المنتظر المرتقب بعد وصول هذه الدبابات ما الذي سيتغير إذن على أرض الواقع في الميدان نعم يعني بالفعل بعد وصول هذه الأسلحة من المفترض أن يحدث تغير في موازين القوى بين روسيا وبين أوكرانيا إلى أي جانب هذا التغير الدكتور محمد يعني سيكون تحسن بالتأكيد لمصلحة أوكرانيا أوكرانيا اعتمدت في إدارة الحرب خلال العام الأخير أو منذ بدء الحرب حتى الآن على نمط معين من الأسلحة يعني وعبر الرئيس الأوكراني أكثر من مرة بأنه يحتاج إلى أسلحة قتالية تمكنه من إدارة صراع أكبر مع روسيا والانتقال من مسألة الدفاع ومحاولة الحفاظ على الأرض إلى الاستراتيجية قتالية أو هجومية ضد روسيا وبالتالي امتلاك أوكرانيا لهذا النمط من التسليح بالتأكيد سوف يستدبعه تحسن في موازين القوى لصالح أوكرانيا لكن موازين القوى هي مسألة ديناميكية ليست مسألة استاتيكية هذا التغير على جانب الجانب الأوكراني بالتأكيد الجانب الروسي لن يقف يعني مكتوف الأيدي بالتأكيد سوف يغير من استراتيجياته وقد يتوسع في استخدام القوى العسكرية ربما روسيا حتى الآن لم تصل في استخدام القوى العسكرية إلى الحد الأقصى كان هناك بعض مظاهر الضعف أو بعض مظاهر القصور خاصة فيها تعلق التوصيق هل ستصل إلى الحد الأقصى بعد وصول هذه الدبابات وأنها تلاحظ روسيا أنه في فعلا تغير في ميزان القوى للجانب الأوكراني هل ستستخدم هذه القوى إلى حدها الأقصى؟ أتحدث عن موسكو نعم أعتقد أن هذا وارد بشكل كبير قد يحدث توسع كبير في استخدام الصواريخ يستخدم في استخدام الأسلحة الهجومية الضخمة وبالتالي هذا ما سيتضح خلال الفترة المقبلة الافتراض المطروح هنا أن روسيا كانت تعاني من بعض المشكلات خاصة التنسيق بين الأفرع العسكرية مشكلات فيما تعلق بالإمداد واللوجستيات مشكلات تتعلق بالزخيرة هل سوف تستطيع روسيا التغلب على هذه الإجراءات؟ هذا ما سيتضح خلال الفترة المقبلة هناك إجراءات بدأ كل طرف يتخذها استعدادا لمرحلة أكثر تعقيدا وأكثر كسافة في الصراع روسيا قمت بتغييرات عسكرية نفس الأمر قمت به أوكرانيا بالفعل ستصبح أكثر تعقيد دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر